السلام عليكم السلام عليكم او السلم المدخن هنعمل في فيديو النهاردة باستا حلوة قوي وسهلة جدا وما بتاخدش مننا اي وقت خالص وهتحسوا ان انتوا عادين في احسن مطعم بمكونات بسيطة جدا جدا الباستا دي انا دقتها في دبي هنا وبحبها جدا وبعملها على طول في العزمات من ساعة ما دقتها ولقيت ان مكوناتها اسهل حاجة في الدنيا يلا بينا نشوف هنعملها ازاي والعشاء السلمان مش هتبطلوا تعملوه اول مكون عندي هو بطل الاكلة دي طبعا هو السلمان المدخن اي سلمان تحبوه استعملوه انا بقطعوا كده بايدي اول مقص بس قطع كبيرة من الصغيرة علشان نحس الطعمه بيدي طعم حلو اوي للفاستا فقطعوه احجاب متوسطة ثاني حاجة عندي المكارونة اختاروا النوع اللي تحبوه انا بحب قوي اعملها بالمكارونة دي الالوان بتدي طعم حلو قوي بس لق المكارونة المدت ديقتين بس انا مش عايزاها تتهري عشان هتكمل سواها في الكريمة فيدوبك ديقتين يدوبك تشم النار المغلية كده ديقتين وبصفيها وحتكمل سواها بعدين ويريد تاخدوها قاعدة لأي باستا او اي حاجة هنعملها بالكريمة تاني حاجة انا بسلق البراقلي على البخار عايزين تسلقوه سالقا عادية دي حاجة ترجعلكو مفيش مشكلة خالص بس برضو انا بعمل حسابي انه هيكمل سواه في الكريمة في طاسة بقى او في حلة زي ما تحبوا انا بنزل بالكريمة على طول انا عايزة الهافي كريم مش عايزة كريمة الطبخ بتبقى غنية اكتر بكتير من الكريمة الطبخ بنزل بربع معلقة من بودرة التوم وبعدين معلقة من مرأة الدجاج انا بستخدم البودرة فبراحتكو عايزين تستخدموها او المكعبات او مفيش خالص دي حاجة ترجعلكو بس تا هي بتعزز معايا الطعم وطبعا الملح ده حسب الزوء كل واحد حسب ما بيحب كمية الملح انا هنا نزلت بنص معلقة وبعدين الفلفل الاسود انا بعتبره زي الملح في ناس بتحبه كتير وفي ناس بتحبه قليل انا حطيت حوالي ربع معلقة فلفل اسود مطحون بردو ده بيبقى حسب الزوء هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس اوي وهستنى شوية لغاية ما الكريمة تبتدي معايا تسخن مش تغلي يا دوبك تبتدي تسخن طب ليه تبتدي تسخن بس عشان انا هكمل فيها سوى البروكلي والمكارونة هنزل بقى في المرحلة دي بالبروكلي يكمل سوى اللي انا عملته نص سوى على البخار او ثلاث تربع سوى فضله حاجة بسيطة هنزل بقى بيه انا مش هتفتوش ولا اي حاجة انا خدته زي ما هو كده هنزل بيه في الكريمة ثلاث تربع سوى هيكمل سوى هنا انا بحب يبقى فيه ارشة كده هنزل بقى بالمكارونة بتاعتي اللي مسلوقة دي قتين بس في المي يبصوا حتى باين عليها ان هي ناشفق هي هتكمل بقى سواها مع البروكلي في الكريمة وكله هياخد من طعم بقى بس خلاص احنا كده خلصنا الخطوات كلها مفيش اي حاجة نعملها غير ان احنا هنستنى ان المكارونة والبروكلي تسلقوا مع الكريمة والكريمة تبتدي تغلي عشان نحوامل اخر مرحلة ما فاضلش حاجة بصوا انا امتى بعرف ان الكريمة استاوت قدتها كتير في فيديوهات للمكارونات لما لاقي الكريمة بدأت تعمل فقعات كده اعرف ان هي بدأت تبقى جاهزة انها تتاكل الفقعات دي شايفينها اهي خلاص اول ما اتاكدت ان كل حاجة استاوت عايزين تتاكدوا بالشوكة اتاكدوا اتاكدت ان كل حاجة استاوت انزل بقى باحلى مشهد اللي هو السموك سالمون مش هنزل بيه هنزل بقى ساعتها بالسموك سالمون مش هنزل بيه ابدا الا قبل ما اقفل النار على طول السموك سالمون يا جماعة لما بيشم النار زيالة عن اللزوم طعمه بيتغير وما بيبقاش حلو صدقوني سر الجمال المقارونة دي في ان السالمون ما يغليش مع الاكل انا نزلت بيه هقفل هقلب وقفل خلاص وقدم بقى لو انت عايزة تبقي محضرة حكتك من بدري لو عندك عزومة او قبل الغدا من بدري هتستني على مرحلة السموك سالمون دي مش هتحطيها الا قبل التقديم على طول وبكده نكون خلاصنا اسهل واسرع باستا للسموك سالمون جميلة جدا طعمها حلو وغني وشكلها يجنن تابعوني وعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان انت وصل لكم كل حاجة جديدة هعملها معاكم الفترة الجاية ان شاء الله باي باي